ندمج ما بين الأهلي والمنتخب. رأي حضرتك لغاية بالوقت في العيدة النادي الأهلي اللي يلعبه مع المنتخب؟ هم دلوقتي كلهم ماشيين كويس. طبعا الشيناوي هايل. ما شاء الله. ماتش نيجيريا لو ما كانش الشيناوي كان ممكن يحصل. كان هيحصل مشكلة كبيرة. إنما ماتش اللي بعده غنيا صدد مثلا حوالي 6-3-4 جوال يعني. الشيناوي ماشي كويس جدا. أكرم توفيق طبعا كان لغاية قبل ما يتصاب كان ماشي كويس جدا. نتمنى له طبعا الشفاء العادل طبعا. حمدي فتحي كويس قوي ماشي كويس جدا. طبعا أحمد شريف هو اللي شوية بينزل زي. يعني ما شوفناهوش كتير لأنه ما نزلتش كتير ما لعابش كتير. إنما أنا شاف اللعابة النادي الأهلي ماشي كويس. لأنه طبعا ده طبيعي جدا لعابة النادي الأهلي وأكتر فرقة في مصر. نشارك العادتها في المنتخب. طبعا عدد كبير جدا في المنتخب. فطبعا أنا شاف إنهما كويسين وماشي كويس. يعني ده طبيعي جدا يعني. نشارك العادتها في المنتخب. ترجمة نانسي قنقر